دياز أظهر أنه قادر على تقديم نفس أدائه مع الريال رفقة الأسود ما زالت الصحافة الإسبانية تتبع خطوات إبراهيم دياز نجم المنتخب الوطني المغربي وريال مدريد بعد أول ظهور بقميص الأسود في مباراة أنغول الويديتي وأفادت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها أن دياز بات قادرا على تقديم نفس الأداء الذي يظهر به مع ريال مدريد رفقة المنتخب المغربي وأثنت الصحيفة الإسبانية على أداء دياز في أول مباراة بقميص المنتخب المغربي مشيرة إلى أن إبراهيم سيكون قطعة مهمة داخل كتيبة الأسود وشدد المصدر نفسه على أن دياز لعب بأسلوب أنيقة في المباراة الويدية التي جمعت المنتخب المغربي يوم الجمعة بنظيره الأنغولي على أغضية ملعب أدرار بأكاديرا وأشادت الصحيفة الإسبانية أيضا بالوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي إلياس بن صغير معتبرة إياه لاعبا جيدا وواصلت إبراهيم دياز وإلياس بن صغير هما أمل المغرب في المستقبل وقد قدم أداءا جيدا في مباراة أنغولا وختمت المسئولية كانت قصوى بالنسبة لإبراهيم لكنه لعب بشكل أكثر من رائع وكان همزة الوصل بين خط الوسط الذي يلعب فيه أمرابط وأوناحي ومنطقة الهجوم ببن صغير وزياش والكعبي كان منسجما بشكل جيد مع بقية زملائه رغم قلة أيام التدريب رفقة الأسود وأظهر إبراهيم مرة أخرى أنه يعيش لحظة رائعة للغاية ترجمة نانسي قنقر